اشتركوا في القناة خصوص في إيباي هو إغلاق الحسابات فلنكون صريحين فتقريبا 90% من الحسابات التي تبيع الكتب معرضة لإغلاق إلا من نقول مغلقة قبل أن تبدأ ولن نستطيع حتى تجاوز الشهر ونحن نمتلك هذا الحساب الذي يروج للكتب لذلك أخي هل سبق لك أن فكرت خارج الصندوق وبحثت عن مواقع شبيهة لإيباي لعرض منتوجاتك إن كان جوابك لا فهذا يعني بأنك أصلا تعمل بطريقة عجوائية ولست احترافيا أخي الكريم واعذرني على هذه الكلمة وإن فكرت من قبل في بعض المواقع ولم تتح لك الفرصة لتعرفها فاليوم إن شاء الله هذا الدرس سأعطيك أربعة مواقع شبيهة بإيباي لكن حسابك يكون مؤمنا فيها وتستطيع أن تبيع هذه الكتب لمدة طاولة فأولا أخي الكريم أو أول موقع إن كنت أصلا تعرف ما هي الكتب الإلكتروبنية فبلا شك أنت قد سمعت بمتجر كيندو لبيع الكتب على أمازون وقد خطر على بالك قارئ الكتب الريدر كل من المتجر وقارئ الكتب هذا تابعا لموقع أمازون مما يعني أن نشر كتابك هنا سيوصلك إلى الملايين من القراء المهتمين لا أخفي عليك أمرا إذا قلت أن كيندو هو المكان الأكثر ملائمة لنشر الكتاب عليه فهناك مميزات عديدة سأعطيك بعض منها فهناك مميزات كثيرة تخولها لك هذه المنصة لمشاركة هذا الكتاب الخاص بك ولنرفح أموال كثيرة منه فمثلا أخي الكريم فإن نسبة الأرباح من هذه الكتب قد تصل إلى 70% فما عليك أخي الكريم إلا الدخول إلى هذا الموقع فهو كما تشاهده الآن ثم تذهب إلى تسجيل الدخول وتنشئ حساب خاص بك ومن ثم ترفع الكتاب إن أردت نصيحة خاصة بي فعليك أولا قراءة نظام هذه المنصة الأشياء التي يمكنك أن تقوم بها والتي لا يجب عليك أن تقوم بها حتى تتجنب المشاكل وتعمل بكل حرية ثم نلتقل إلى الموقع الثاني والشابهة كذلك بإيباي وهو موقع بايهيب سيمكنك من بيع كتبك في صفحة مستقلة حيث يقوم الموقع باستطافة كتابك وإتاحة الدفع عن طريق بايبال للزبنة كما أنه يأخذ عمولة قليلة جدا وهي 50% فقط يقطعها الموقع من سهر إجمالي الأرباح قبل كل عمليات سهب الجميل أن هذا الموقع يدفع نيابة عنك ضرائب تحويل أموال التي يفرضها بايبال إذن فهناك نسبة أرباح تنفق 95% وهذا يعتبر من أحسن الموقع أخي الكريم وكالعادة أخي الكريم فوجهت هذا الموقع هي كالتالي يجب عليك أولا إنشاء حساب ثم قرأة سياسة الخصوصية الخاصة بهذا الموقع ومن ثم بداية العمل الخاص بك بكل سهلة ثم نلتقل إلى الموقع الثالث وهو موقع لولو موقع لولو لديه شبكة واسعة من الشركة في مجال بيع الكتب الإلكترونية فنشر كتابك هنا على هذا المتجر سيخول لك الوصول إلى شريحة أوسع من القرأة فتخيل معي أن نشرك للكتاب هنا مباشرة يعطيك الأحقية للظهور في e-book store وبارنز والعديد العديد من الموقع الخرأة التابعة لهذا الموقع كما يمكنك من وضع السعر الذي تريده لبيع كتابك بكل سهلة الموقع كذلك يزود المستجدين في المجال بدل المجاني لإنشاء الكتب الإلكترونية الخاصة بهم يعني فهذا بحد ذاته يعتبر كنز من كنز الويب ثم نسبة الأرباح التي تصلك من هذا الموقع قد تتجاوز أخي الكريم 90% يعني الربح مضمون ونسبة عالية كذلك وجهت الموقع تأتينا على الشكل التالي ما علينا سوى الدخول والتسجيل في الموقع ثم بداية العمل وقبل البداية أنصحكم أخي الكريم بقراءة سياسة الخصوصية التابعة للموقع كذلك ونلتقل إلى هدية الحلقة وهو موقع سماس وارتس فمباشرة عند رفعك أو نشرك للكتاب في هذا الموقع يعني وصول كتابك إلى أبل إيبوكستوز ونوبل وبالز ومتجر كتب سوني وكوبو وعديد العديد من المتاجر أخرى التي لها قيمة كبيرة لدى القراء والتي يدخل إليها ملايين القراء يوميا بمجرد تسجيلك في هذا الموقع ستحصل على رقم اس بيان مجاني خاص بك مع تحويل كتبك إلى تسعة صياغ مختلفة تخيل أخي الكريم أن يكون لك اس بيان خاص بك فبمجرد حصولك على هذا الرقم فأنت قد قطعت مسافات كبيرة بينك وبين الناس التي تشتغل في إيباي ومنحصرة بين الكتب في إيباي وكذلك تخيل معي أخي الكريم أن كتبك سوف تحول إلى تسعة صياغ مختلفة فوجهة الموقع تأتينا على هذا الشكل لاحظوا إخواني مجموعة من المتاجر تدعمهم هذه الصفحة فأولا أنصحك أخي الكريم بأن تقرأ الدليل دليل النشر الشخصي التابع لهم ثم إنشاء حساب جديد ثم بداية العمل إلى هنا إخواني كان هذا هو درس اليوم لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل الجرس ليصلكم الجديد دائما ثم زرجين ومحاولة نشر المقطع لأقصى حد ممكن شكرا لكم على تفاعلكم وفقني وإياكم الله إلى اللقاء إخواني